موسيقى فإذا الاستطاعة هي كالقدرة تتعلق بالطرفين إذا تعلقت بطرف الفعل فقط دون الترك هذا يصير اضطرار للوجود وإذا تعلق بطرف الترك دون طرف الفعل هذا يصير اضطرار للترك امتناع الوجود ليس هنا قدرة ليس هنا استطاعة وهذا أمر بديهي يعرفه كل أحد حتى الطفل الصغير يفهم معنى القدرة أنه يمكنه أن يفعل ويمكنه أن يترك الشيء الذي لا يتمكن من فعله لا يقال إنه قادر على الترك أو الشيء الذي لا يتمكن من تركه لا يقال إنه قادر على الفعل هذا أمر جدا بديهي لكن المشكلة أن المجبرة حينما ابتعدوا عن تعاليم آل الرسول عليه وعليهم الصلاة والسلام وتركوا أحد الثقلين هذا أدى بهم إلى ترك الثقل الآخر أيضا الذي يترك تفسير الرسول وآل الرسول عليه وعليهم الصلاة والسلام هذا يترك القرآن أيضا في العمل لأنه لا يفهم معنى القرآن أو كثير من آيات القرآن خاصة لآيات المتشابهة ويبدأ بتفسيرها تفسيرا مغلوطا ويتبع هذا التفسير المغلوط عمل مغلوط وهذا العمل هو ترك القرآن الكريم فبتركه الرسول وأهل البيت عليه وعليهم الصلاة والسلام يترك القرآن أيضا لا يمكن أن يتمسك بالقرآن من دون التمسك بأهل البيت لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال وإنهما لن يفترق هذا لن لنفي التأبيد حتى يرد علي الحوض فإذا تريد أن تتمسك التمسك بكليهما لا تمسك بأحدهما دون الآخر إذن هؤلاء تركوا أهل البيت شافوا مجموعة من الآيات المتشابهة لم يفهموا معناها أو دخلت أهواء سياسية لأنه إذا العالم كان واعظا للسلطان ويقبض الراتب منه هنا كل هم يصير في تبرير فعل السلطان وأحيانا السلطان يريد يخدر الناس حتى لا يثوروا ضده حتى لا يطالبوا بحقوقهم فخلص يطرح فكرة الجابر هذا قضاء من الله سبحانه وتعالى ورغم على آنافكم لابد أن ترضوا بقضاء الله سبحانه وتعالى لأنه لا يمكن تبديل قضاء الله يعني بهذه المغالطة السلطان يستمر في استبداده واستئثاره بالسلطة والمال وواعظ السلطان يوجه كلام السلطان طمعا في حطام الدنيا إذن هؤلاء نشروا فكرة الجابر وأن الإنسان ليس مستطيعا لا قبل الفعل ولا حين الفعل ليس مستطيعا في هذا الباب الأئمة عليهم الصلاة والسلام يبينون أن الله قضاءه وقدره ومشيئته وإرادته هذه لا تسبب جابر الإنسان في أفعاله الإختيارية ترجمة نانسي قنقر